اشتركوا في القناة ان الهدف من توفير المواد الرقمية تفاعل الطلاب مع هذا المحتوى للاستفادة باكبر قدر من المعلومات وتعدد مصادر التعلم المختلفة واضافت ايضا انه على الطلاب الاستفادة من هذا المحتوى لانه يساعد الطلاب على تحقيق نوادك التعلم في المواد الدراسية كما انه يخفف من على كاهل اولياء الامور لان المحتوى سوف يغني التلاميذ عن الكتب الخارجية وبديل مناسب ايضا قصة انه يتضمن اسئلة على الوحدات الدراسية والموضوعات المختلفة كمان اوضحت الوزارة انه تم اداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية بها شرح واسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية اوضحت ايضا ان هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة وبالمجاند بالاضافة الى تحميل بنوك الاسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الاسئلة المختلفة وقياس قدرته التحصيلية كمان اكدت الوزارة على اهمية فترات المشاهدة التي ستساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها اكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة وده هيسمح ايضا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية كمان اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث بدأت يوم السبت الموافط 30 سبتمبر من العام الجاري 2023 وبتستمر حتى السبت 28 يونيو العام المقبل 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الفقومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة وايضا الخاصة لغات على ان تبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير لعام 2024 كمان اوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ان عدد الاسابيع للعام الدراسي 35 اسبوع على النحو التالي بيبدأ الفصل الدراسي الاول 30 سبتمبر الجاري الى الخميس 25 يناير لعام 2024 تبدأ طبعا بعد كده اجازة منتصف العام دي كانت تقطياتنا مع حضراتكم مشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تقطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع